السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير هنبدأ النهاردة ان شاء الله حل exercise number 6 على using models to add and subtract mixed numbers adding and subtracting mixed numbers part 1 adding and subtracting mixed numbers part 2 تمام قبل ما نبدأ كله يقول باسم الله يا شباب هو هنا بيقول use area models to add تمام وزي ما انت شايك هو مديلك models كده وانا بدأت اظلل فيها قبل الحصة كده على خفيف اللي هو عشان ابدأ معيك فهو بيقولك one and half وان يبقى انت معاك الone هو الكله وhalf واخد بالك التاني two and one over three تمام فقبل ما ابدأ الشو اللي بتاعي بدأت افكر lcm بتاعي لتو 3 equals a فجيت على الريكتانجل التاني اللي هو الموديل التاني بتاعي وقسمت ال6 equal port زي ما انتوا شايفين كده اللي انا هعمل عليه represent the fractions طيب half يبقى اني هاخد 3 over six جمعنا كلمة half اوكي طيب two and one third اخدت ادي وان ويدي two تمام one third يعني two over six فانا ظللت زي ما انتوا شايفين two small a rectangles يلا بقى نجيبي الريزولت بتاعتك عندك how many whole one ادي one two three وعندك how many shaded port طبعا ال denominator بتاعك six زي ما انتوا شايفين how many shaded port one two three four five عندي five shaded ports تمام فيبقى one and half plus two and one over three الكلام ده equals three and five over six طيب تعالوا نبص على اللي بعدها نعمل واحدة كمان واحنا اتفقنا المنظر ده مش هينزلك كتير في الامتحان انه يقولك use area model انت كده كده خلاص بتعرف تعمل add و subtract للمixed numbers تمام لكن انا بحل معك دلوقتي من باب ايه ان انا ادي لك المهارة بتاعت الحل ان انت يبقى عندك كل الافكار تبقى عرفها لو الميز بتشرحها جول plus انت فاهم الميز بتاعتك بتقول ايه تمام طب هو هنا مديني three and two over five plus one and seven over ten تمام الثري هول دي انا ما عنديش فيها مشكلة ادي one two three والone هول في النحية التانية برضو ما عنديش فيها مشكلة تمام انت هتبدأ تفكر ال five والتن دول ايه ال lcm بتاعهم تمام عشان بناء على ال lcm تمام هتزبط الريكتانجل دوت له هاو ميني ايكوال بورتس طب يا ميس ده التن دوت ملطبل لل five يبقى ال lcm بتاعك هو ايه ايكوالز تن خلاص كده ده هي شبهة حلت يبقى انت هتروح تقسم الريكتانجل ده لتن ايكوال بورتس هتزبط الريكتانجل ده تقريبا يعني طبعا لان انا مش قاعدة ايز دلوقتي بالمصدر طيب two over five equals four over ten يبقى الريكتانجل الاولاني ده انا هزلل منه four بورتس زي ما انتم شايفين كده طب والتاني seven over ten هروح اقسمه الاول لتن ايكوال بورتس زي ما اتفقنا ونبدأ نزللل seven بتوعي اجي one two three four five six seven تمام كده طب ابدأ بصي كده على الايه على الهول number بتاعك وعلى الفراكشنز بتاعتك طيب انا معايا how many hole one one two three four تمام يبقى انا معايا four في الهول نبدأ نكتب الفراكشن الدينامونيتور بتاعك ايه تانية نيس طب يلا how many shaded borders total shaded borders بتاعتك one two three four five six seven eight nine ten eleven كتبت له eleven اهو المنظر ده ينفع تسيبلي بيه المسألة لأ طبعا مش هينفع سيبلك four and eleven over ten بالضبط تعمل ايه فكر في ال eleven over ten دي انها ten over ten plus one over ten ليه يا ميز ten over ten عشان تروح تدي للfour one فيبقى معايا five one over ten يبقى الريزولت بتاعتك five الهول بتاعك هيبقى five and one over ten تمام كده يا شباب برضو تقدر بقى بسهولة خالص ان انت تبدأ تحل مثلا two and three over four plus one and two over three انت هتفكر ان الـ L-CM بتاعك هيبقى بالنسبة للfour والthree twelve فهتقسم الريكتانجلز اللي هي مطلوب منك ان انت هتقسمها دي وتشوف الاكوفلنت فراكشن مثلا للثري اوفر فور يعني ايه اوفر 12 يا ميز هتبقى مثلا nine over twelve فهنا هتظلل nine rectangles وهنا نفس الكلام وتبدأ تعمل add و subtract على حسب المسألة اللي موجودة قدامك تمام انا حبيت اوريلك بس احنا بنستخدم ازاي area model to find addition تمام طيب هو برضو هنا بيقول مثلا use an area model to find the sun ها ومش مديلك الريكتانجلز اصلا والسؤال نزل في كتاب المدرسة يا ميز اه ينزل لك في كتاب المدرسة اوكي بس هو زي ما احنا اتفقنا هي strategy يعني هو بيعلمك طريقة حل لكن ينزله لك في الامتحان بالمنظر ده ما توقعش قوي ان هو يقول لك use area model ليه لان انت مش هتفضل ترسم ريكتانجلز جوه الامتحان لأ انت هيبقى وقتك يدوب ان انت تحل وتطبق وتزبط المسألة بتاعتك تشوف ايك وال اي تمام ولكن هنا مثلا لو انت حبيت تفكر فيها او هعملها لكم من غير بقى مفضل ارسم ريكتانجلز في السريع لو هو بيقول لك two and two over five plus مثلا one and half زي ما قدامك كده يبقى انا معي معناها ادي توريكتانجلز هم ياميس تمام انا بعمل بالموديل بتاعي طب بالنسبة لل فكر على طول ان لان هما الاتنين فالبرودكت بتاعهم تمام يبقى الريكتانجل التاني ده انا هقسمه اللي هو هعمل عليه تمام تمام بالمنظر ده طب فكر ان يبقى هعمل شيد هنا الكلام ده بلس معاك وان هول يبقى ريكتانجل كامل متظلل اند هوف الهاف ياميس يعني تمام اديني بس الاول التن بتوعك وابدأ اظلل لي انا كده عملت الموديل بتاعي الكلام ده معاك هاوميني هولز وان ادي وان تو سري نزل لي السري طب معاك هاوميني بقى شادد بورتس الاول بتاعك تن يلا نعد هاوميني شادد بورتس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فبقى 3 and 9 over 10 انا عملتها بايدي في السريع كده عشان اوريكم الفكرة هتيجي ازاي هنا مثلا هيبقى مطلوب منك بص كده على الديناميناتر 3 و 5 هيبقى مطلوب منك الريكتانجل اللي انت هتقسمه هترسمه وانت بترسمه عشان تعمل ريبريزنت للفراكشن دي عليه يبقى هتقسمه الريكتانجل هنا مثلا 3 و 4 يبقى الريكتانجل بعد ما هتعمل مثلا الفور دي اللي هي فور ريكتانجل عشان تبين الهول نومبر هتعمل بقى الريكتانجل اللي هترسم عليها الفراكشنز بتاعتك هتقسمها ل12 ايكوال بورتس وبعد كده تبدأ تشوف 2 over 3 اكوفلينت مع اي اوبر 12 اكوفلينت مع اي اوبر 12 يعني تفكر 2 over 3 ايكوالز اي اوبر 12 طبعا 3 by 4 ايكوالز 12 تطلع لل 2 2 by 4 ايكوالز 8 ف8 over 12 هتروح تظلل 8 small rectangle من ال 12 اللي انت اي رسمتهم ونفس الكلام هنا تفكر 3 over 4 ايكوالز اي اوبر 12 وتظلل وبعد كده تبدأ اي تبدأ تجيب الصم والديفنز بتاعك على حسب المسألة طالب منك فيها اي بصوا هنا بيقول لكم اي بيقول لكم use area model to subtract عشان تطرح طب يلا نشوف النمبرز دي نعملها ازاي على area model نفس الكلام 2 and 5 over 6 edit 2 معنديش فيها مشكلة لهو النمبر انا بظلل لكل 1 1 rectangle تمام فانا عندي 2 فانا ظللت 2 rectangle زي ما انتم شايفين ابدأ افكر السري والسكس الالي سي ام بتاعهم ايه يمس الالي سي ام هيبقى سيكس عشان السيكس ملطبل لايه للسري على طول الريكتانجل ده هتقسمه اهو بالمنظر ده تمام كده وابدأ يسأل نفسك لأ هنا على طول دي فانت هتظل بالمنظر ده طيب 1 and 2 over 3 اجل 1 hole بتاعك 2 over 3 احنا اتفقنا ان احنا هنقسم الريكتانجل بتاعي 6 equal parties الاو اهم 6 equal parties بتاعي اهم تمام شوف بقى كده 2 over 3 equals ايه over 6 3 by 2 equals 6 يبقى 2 by 2 equals 4 يبقى انا المفروض ان انا ظل 4 parties من هنا اجل 4 parties بتاعي خلاص كده بعد كده اعمل ايه بعد كده تبدأ تحذف بقى ادي 1 hole minus 1 hole يبقى ده هيمشي ال1 ده لما وقعه من هنا ده هيمشي خلاص طب و هنا انا معي 4 4 over 6 هبدأ اوقعهم من 5 over 6 هشتب على 1 2 3 4 خلاص دوت لسه زي ما هو طب الـ بتاعي ايه معايا 1 hole اهو يبقى الكلام ده equals 1 hole اهو ومعايا 1 over 6 انا كده استخدمت ايه استخدمت الموديل area model to find اوكي تعالوا نعمل واحدة كمان تعالوا نعمل التانية دي 1 and 3 over 4 minus half اوكي ها ادي الone واخد بالك كده من ال denominators لل4 وال2 الفور multiple معنا كده ان انا هقسم ال rectangles اللي عندي اللي انا بعمل عليها الفريكشنز ل4 equal boards طيب اهو اهو 4 equal boards يمي وهنا هو برضو هقسمها ل4 equal boards اهو بصوا طيب انا معايا 1 and 3 over 4 انت عملت الone يلا 3 over 4 اهو ادي 1 2 3 minus half اسأل نفسك الhalf equals ايه over 4 equals 2 over 4 يبقى انت هتظلل من هنا ايه 1 2 طب ابدأ بقى احذفهم امت 2 over 4 من هنا يبقى انا بشتغل على ايه الone ده مش حاجي جنبه ما عنديش هولة وقعهم تمام لكن انا عندي 2 هنا over 4 هوقعهم ادي 1 اهو اتحذف ودي 2 تمام دول خلاص انا مش عايزيهم معاك ايه ريميندر الكلام ده ايكوالز معايا 1 هولة هو يميس هنزله ومعايا الجزء ده اللي هو 1 over 4 انا كده بحل الSubstract بتاعي use a area model تمام هتبدأ تبص مثلا على دي معاك الDenominator ايه معايا الDenominator 5 plus 3 هما الاثنين برايم يبقى الLCM بتاعك ايكوالز 15 تمام طب ايكوالز 15 تبقى فهم بقى ان انت وانت بتعمل edit 2 مثلا 1 2 وهتيجي عند الريكتانجل ده تقسمه ال 15 ايكوال بورتس تمام كده وبناء انا عليه تشوف بقى 3 over 5 ايكوفلينت اي اوبر 15 وتعمل shade للبورتس بتاعتك وهنا هو تلوان هول هتظلله كده وتشوف ال 1 over 3 بعد ما تقسم ده ال 15 ايكوال بورتس تشوف ال 1 over 3 بتاعتك ايكوفلينت اي اوبر 15 وتبدأ تعمل لها برضو تنزلك بقى اي تنزلك في الامتحان مثلا true or false يدي لك رسمة موديل ويقولك الرسمة دي بتعبر عن subtraction دوت او addition دوت ولا لأ ممكن تنزلك مثلا choose ينزلك برضو حاجة رسمة زي كده ويقولك choose بقى which one مثلا represent this model تمام فأنت تبدأ تبص وتشوف هو بيحصل ايه بيحصل بلس ولا مينس وتبدأ انت تختار ال ايه ال relation الصح بتاعتك طيب تعالوا نشوف اللي بعد use the number line to find the difference تمام هو رسم لك اهو حتى number line بتاعك وعايز 6 and 1 over 5 minus 4 and 3 over 4 اتفقنا في number line بتاعي باخد الرقم اللي هو المطروح ده وببدأ منه اللي هو 4 and 3 over 4 حتى بص بدألك المفروض ان الجزء ده هو 4 and 3 over 4 وهيبدأ ينط زي ما اتفقنا طب اول نطة من ال 4 and 3 over 4 عشان توصل لل 5 نقص لها ايه نقص لها 1 over 4 طب النطة اللي بعدها من 5 ل 6 من 5 ل 6 اهيه نطة قد ايه نطة 1 ولياميس طب بعد كده نطة من ال 6 الحد ما وصل ل 6 and 1 over 5 يبقى نطة حتى قد ايه نطة 1 over 5 تمام كده مطلوب منك عشان تجيب ال difference ده تجمع النطات دي تجمع الاجزاء اللي انت كتبتهم هنا دول فانا هكتبها على جنب هنا عشان اجيب ال result بتاعتها 1 over 4 plus 1 plus 1 over 5 ماشي الكلام طب الكلام ده equals انا هجيب ال 1 النحية دي plus وهجيب ال 1 over 4 و 1 over 5 النحية دي طبعا انتو عارفين ال commutative ال property بتاعتي of addition ما عنديش مشكلة ان انا اجيب ال 1 النحية دي او اجيب ال 1 over 4 النحية دي الفكرة كلها ان انا هجيب ال fractions جنب بعضهم lc m بتاعتك equals ال 4 وال 5 equals 20 هابدأ اغير بقى ال denominators 20 الفور بقيت 20 حصلها ايه multiply by 5 اطلع على 1 1 by 5 equals 5 plus ال 5 هتبقى 20 حصلها ايه multiply by 4 اطلع على 1 1 by 4 equals 4 الكلام ده equals 1 وال denominators بتاعتي خلاصة هي بقت like denominators فنزلت التوينت تحت 5 plus 4 equals 9 طبعا مفيش منهم بينهم ايه common factor فمش هيتعمل لها simple مافيش بينهم common factor بين ال 9 وال 20 تمام كده طب يلا نعمل اللي بعدها هو بيقول لي 9 and 2 over 3 minus 6 and half طبعا رحوا ايه عند مين و ايه عند 6 and half بصوا زي ما انتو شايفينه 6 and half between 6 و ايه وال 7 بدأت 6 and half تنط هتفضل تنط لحد ما توصل 9 and 2 over 3 تمام طب اول نط من 6 and half لحد ما وصلت لل 7 نط تخاف بعد كده من 7 لليت ادي 1 من ال 8 لل 9 1 من ال 9 لحد 9 and 2 over 3 بصوا ما وصلتش للتن هاي 9 and 2 over 3 يبقى نط 2 over 3 مطلوب منك مطلوب منك تجمع بقى تجمع دول النطط جي كلها انت تجمعها تمام نروح نعملها على جنبهن هاخد الهول جنب بعضه على طول من وانا بكتب من الاول وهتحض الفريكشنز جنب بعضه معايا 1 plus 1 plus half plus 2 over 3 تمام كده اهو 1 و 1 و half و 2 over 3 الكلام ده equals 2 plus 2 و 3 يمس هما ال 2 prime numbers يبقى الدينامونيتر اللي سيئنا بتاعك هيبقى هيبقى 6 اللي هو الملتبلاي بتاعهم البرودكت بتاعهم تمام 6 2 بقت 6 حصل الله اي ملتبلاي باي 3 اطلع على 1 1 3 equals 3 plus 3 هتبقى 6 حصل الله اي ملتبلاي باي 2 اطلع على 2 هنا فوق 2 equals 4 تمام كده فبقى معي 3 over 6 plus 4 over 6 الكلام ده equals 2 نزلت هي ودي الدينامونيتر 6 اجمع النيوميريتر بتاعتك 3 plus 4 equals 7 2 and 7 over 6 مش هينفع سبها بالمنظر ده لازم تفكر ان 7 over 6 دي معناها 6 over 6 plus 1 over 6 10 7 over 6 equals 6 over 6 plus 1 over 6 ليه 6 over 6 عشان تدي 2 1 فتبقى 3 1 over 6 يبقى الريزولت بتاعت الكلام ده equals 3 and 1 over 6 ماشي الكلام يلا نشوف اللي بعدها نكمل يا شباب الشغل بتاعنا ها احنا شغالين دلوقتي use a number line to find the difference تمام استراتيجية لطيفة انا عن نفسي بحبها مش عارف انتو بتحبوها ولا لا لكن انا عن نفسي والله بحبها طيب هو هنا بيقولك 7 and 5 over 6 minus 4 and 1 over 4 اتفقنا بنبدأ عن number line بتاعي من فين من 4 and 1 over 4 اهو بصوا بدأ كده قسم بين 4 وال5 ل4 equal ويجي 4 and 1 over 4 اسأل نفسك 4 and 1 over 4 دي محتاجة نط تقد ايه اهي هنا 4 and 1 محتاجة نط تقد ايه عشان توصل لل5 محتاجة نط 3 over 4 طيب من 5 لل6 معي 1 من 6 لل7 معي 1 من 7 ها لل8 لأ مش لل8 ما وصلش يا ميس لل8 بصي ده ان المفروض وصل ل7 5 over 6 يبقى انا هنا هوت معي 5 over 6 يلا نجمع بقى النطات دي كلها قم يديني الديفرنس اللي هان تمام طب يلا بصوا هجيب 1 و 1 اللي هي 2 على طول plus 3 over 4 plus 5 over 6 ماشي الكلام طيب 4 و 6 في الدينامينيترز الLCM بتاعهم ايكوالز ايه ايكوالز 12 يميس عدت علينا اكتر من مرة تمام انا هنزل التو زي ما هي وهبدأ اغير الانلايك دينامينيترز اللايك دينامينيتر هكتب 12 الفور بقى التويلف حصل لها ايه ملتبلايت باي سري اطلع على 3 3 باي 3 equals 9 plus 6 هتبقى 12 هي هيحصل لها ايه ملتبلايت باي 2 اطلع على 5 5 باي 2 equals 10 الكلام ده equals اجي التو نزلت بتاعت الهول نمبر واجي التويلف اللي هو اللايك دينامينيترز اجمع لي بقى النيومريتورز بتاعتك 9 plus 10 على طول في الناينتين اوفر التويلف دي انها 12 اوفر 12 plus 7 اوفر التويلف قسم الناينتين دي لتويلف اوفر 12 و7 اوفر التويلف ليه يا ميس عشان التويلف اوفر التويلف تدي 2 1 هيبقى معايا 3 and 7 اوفر التويلف ماشي الكلام ويبقى الديفرنس بتاعي هنا equals 3 and 7 اوفر التويلف يلا اخر واحدة اخر واحدة يا شباب معايا 8 and 3 over 4 minus 5 and 1 سير تمام هو رسم لك النامبر لاين زي ما انت شايف بتبقى بتقف فين بقف عند الرقم اللي هو اللي ما تروح ده 5 and 1 over 3 اهو 5 and 1 over 3 وهيبدأ ينط كي لغاية ما يوصل هول وراهول لغاية ما يوصل للرقم الكبير بتاعه ده اللي هو بدأ بالمسألة طيب 5 and 1 over 3 محتاج ينط تقدي ايه علشان يوصل لل6 محتاج ينط 2 over 3 طب من 6 لل7 معايا 1 ومن 7 لل8 معايا 1 من ال8 بصوا ما وصلش لل9 وصل لل8 and 3 over 4 يعني معايا 3 over 4 وابدأ اجمع بقى ابدأ ايه اجمع الهول بلاس الهول والفراكشن بلاس الفراكشن 1 و 1 يبقى انا معايا 2 plus 2 over 3 plus 3 over 4 تمام كده الكلام ده equals التو اهي بلاس الـ L-C-M بتاعي ياميسل 3 و الفور يعني 12 عدت علينا كتير 3 بقى 4 حصل لها multiple by 4 اطلع على 2 2 by 4 equals 8 بلاس 4 بقى 12 حصل لها multiple by 3 اطلع على 3 3 3 equals 9 يبقى الكلام ده equals 2 الهو النامبر بتاعي ودي like denominators نزلتها 12 اجمع 8 plus 9 equals 17 طب ياميس هسيبها بالمنظر ده لأ مش هسيبها طبعا فكر ان 17 over 12 معناها 12 over 12 plus خدت 12 over 12 من 17 يبقى معايا 5 over 12 تمام 12 over 12 هتدي 2 1 هتبقى 3 5 over 12 هي كده خلصت تمام كده يبقى الريزولت بتاعتي هنا 3 5 over 12 تمام احنا كده حلينا من الاكسرسيز بتاعنا اشوفكم الجزء الجاي ان شاء الله سلام عليكم